الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة الكرام والأخوات الفضليات رواد مسجد بلال بن رباح بمنطقة لفقول بمدينة سيدني أستراليا تحية من أجل من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا نشكر لإدارة المسجد الكرام أن قامت بهذا العمل الطيب وهو فتح قناه للتواصل بين المسجد ورواد المسجد شكرا للمسجد شكرا للمسجد شكرا للمسجد سوف أبدأ بأننا سألتقل ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته شكرا للمسجد شكرا للمسجد شكرا للمسجد أعلم أنه يحزن قلوبكم ما نحن فيه ويزداد هذا الحزن مع اقتراب شهر رمضان المبارك حيث كنا على استأكاد أن نشتهد فيه في كل الطاعات ولكن قدر الله ما شاء فعله والحكمة تقول ما لا يدرك كله لا يدرك كله أعلم أنه يدرك كله من هذه المنطقة من المنطقة التي نحن فيها فإنه يجرى أن نكون قدر رمضان المنطقة ومن المنطقة التي تحدث فيه ومن المنطقة التي تحدث فيها ومن المنطقة التي تحدث فيها الله سبحانه وتعالى وكما يقول أنه إذا لم تستطيع كل شيء لا تترك كل شيء لذلك تستطيع كل شيء مع الوقت التي تستطيع فإن كنا غير قادرين على أن نأتي إلى المسجد خلال شهر رمضان مبارك فإننا نستطيع أن نقوم بأعمال مهمة نستطيع بها أن نتدارك الخير الكثير الذي يعطينا الله عز وجل إياه في شهر مضى إن شاء الله سيتجدد هذا اللقاء خصوصا في أيام وليالي شهر رمضان بحيث سيتم عقد هذا اللقاء مع حضراتكم للتواصل معكم في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى نحن في أواخر شهر شعبان المبارك ويذكرنا أو تذكرنا هذه الأيام بالاستعداد لشهر رمضان العظيم ويبقى السؤال المهم كيف نستقبل شهر رمضان أولا علينا أن نشع أن علينا مسؤولية لما نعانيه في هذه الأيام ولا نحمل المسؤولية على أناس بعينهم أو بلد بعينها أو جهة بعينها وإنما هو بلاء ابتلى الله عز وجل به البلاد والعباد وعلينا نحن مسؤولية كبيرة حتى نعود إلى الله عز وجل وينفع عنا هذا البلاد ما سنتحدث عنه في هذا اللقاء المبارك له علاقة بما نعانيه في هذه الأيام من بلاء وله أيضا علاقة بما سنستقبل به شهر رمضان العظيم ونبدأ بما ذكره الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف حيث قال ألا أدلكم على دائكم ودوائكم نحن المسلمون نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيء مهم علينا أن ننتبه إليهم ولذلك بدأ الكلام بأداة تنبيه وهي ألا حتى ننتبه لما سيلقيه علينا من بيان مهم ألا وهو الحديث عن الداء وعن الدواء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيحدثنا عن الداء فلابد أنه سيتحدث عن أخطر داء عن أخطر مرض يصيب الإنسان وعلى الإنسان أن يحضر منه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عن الداء ودواء فنجد أنه قال إن داءكم الذنوب السؤال هل الذنوب هي أخطر مرض يصيب الإنسان نحن نؤمن أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق بما أنه قال إن داءكم الذنوب إذن فأخطر داء يصيب الإنسان هو الذنوب وإذا أردنا أن نعلم كيف ذلك فعلينا أن نعايش حقائق معينة في حياتنا أخطر مرض عطوي يصيب الإنسان في بدنه ماذا يفعل له أو ماذا يفعل به يجعره الله عز وجل سببا في حياته في وفاته فإذا توفي هذا الإنسان بسبب هذا المرض السؤال هل تنتهي معاناته وهل تنتهي آلامه بانتهاء هذا المرض أو بوفاته نعلم جميعا أن المعاناة والألم تنتهي بموت الإنسان نعلم جميعا أن المعاناة والألم تنتهي بموت هذا الإنسان المذنب أم أن العواقب تكون أكبر وأخطر وmazو، لكن بياهم جميعا وكل من مبات في حياتنا حينجب هذا شدي يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان عندما يموت يدخل في مرحلة أخرى وهي مرحلة البرزخ ويقصد بها الحياة بين حياتين بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة وهذه تكون في قبر الإنسان يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن القبر فيقول القبر روضة من دنيا نراض الجنة أو حفرة من حفر النيران فهناك نعيم في القبر للمطيعين وهناك عذاب في القبر للعصاة والمفسدين فالعاصي الذي مات بمرحة الذنوب وكان يعصي الله عز وجل لا تنتهي الخطورة بموته وإنما تزداد الخطورة ويزداد العقلات فإذا بهذا العاصي يحشر في زمرة العقاب إذا انتقل إلى مرحلة القبر فالعاصي ويدخل النار إلا إذا رحمه الله رب العالم من هنا ندرك أن مرض الذنوب هو أخطر مرض يصيب الإنسان حتى الأمراض العضوية التي تصيب الإنسان إذا صبر عليها فإنه يؤجر تكفر عنه من سيئاته وترفع من درجاته فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكوها المؤمن إلا كفره أكفر الله عنه بها من خطايا So the Prophet عليه الصلاة والسلام said which means anything in this dunya anything bad in this dunya that you know hits a believer even if it's just a small needle in their foot is Allah subhanahu wa ta'ala is using that and they are patient Allah subhanahu wa ta'ala uses that to delete or to actually erase their sins فالأمراض التي تصيب الإنسان المسلم إذا صبر عليها فإنه تكون رحمة له وتكفيرا لسيئاته ورفعا لدرجاته So any disease for the believer as we said before and their patient Allah subhanahu wa ta'ala will use it to erase their sins and to raise their rank أما الذنوب والمعاصي فهي تميت القلوب كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم But you know all the sins and disobedience عليه الصلاة والسلام told us that it actually kills the heart فقد أخبرنا أن العد إذا أذنب ذنبا نكتت نكت سوداء في قلبه وإذا أذنب ذنبا آخر نكت سوداء أخرى بجانبها وكلما أذنب ذنبا كلما زاد السواد في قلبه حتى يموت القلب ويكون الإنسان من أصحاب القلوب القاسية So the Prophet SAW said which means the person when he makes a mistake or he makes a he sins there is a black dot goes on his heart and if he does another sin another black dot and the more he sins you know that you know area black area grows and grows in their heart up until it gets to a stage where the whole heart is black and these people become very hard hearted أرجح فأقول لما نعانيه علاقة بما نتكلم عنه إذا كنا نريد أن يرفع الله عز وجل عن البلاء فعلينا أن نطهر القلوب من المعاصي والشهوات إذا كنا نريد أن نستقبل شهر رمضان استقبالا يحبه الله عز وجل فعلينا أيضا أن نطهر هذه القلوب من هذا السواد So what we are going through these days is a calamity and the only way to be able to lift for Allah subhanahu wa ta'ala to lift this calamity from us is to clean our hearts is to clean our hearts from all the sins and at the same time we need to clean our hearts from all our sins in order to be able to come to Ramadhan the month of Ramadan clean hearted and ready for the عبادة for Allah subhanahu wa ta'ala كيف سنطهر هذه القلوب من هذا السواد كيف سنعيد إليها الحياة كيف سنفتح لها نفتح فيها بابا حتى يصل إليها نور الله عز وجل هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في اللقاء القادم من شئ في الله تعالى So in the next meeting or the next lesson the shaykh is going to be talking about the way that we're going to be able to follow in order to clean our hearts or at least just have a little opening in our hearts so the light of Allah subhanahu wa ta'ala comes into our hearts and in lights and that way we'll be free of sins وفي آخر هذا اللقاء أوصي نفسي وإياكم وكل من يعاني في هذه الأيام أن نكثر من التعاء إلى الله عز وجل أن يرفع الله عز وجل عنا البلا وأن يعيدنا إلى بيوته في هذه الأيام المباركة المقبلة إن شاء الله تعالى So and we conclude this lesson by asking people to increase the supplication to Allah subhanahu wa ta'ala to increase their dua and that way you know may Allah subhanahu wa ta'ala by this you know lift the calamities that we're going through these days and we return to the houses of Allah subhanahu wa ta'ala اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بعفوك من نعمتك ونعوذ بك منك اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا نسألك اللهم أن ترفع مقتك وغضبك عنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام